بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شارل سافرين رئيس دومينيكا الصديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه ورعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولدومينيكا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شارل سافرين رئيس دومينيكا الصديقة ضمنها سمو ورعاه الله خالص تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده رجيا سموه لفخامته وفر الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة ترجمة نانسي قنقر